موسيقى خلال العؤود الأليل الأخيرة شهد مجتمعنا تغيرات عديدة وإنما بالاتجاهات الخاطئة وكانت معظم هذه التغيرات خطرة كتير وأحدى التغيرات الرئيسية بين هذه التغيرات بالمجتمع هي أنه نقلنا تركيزنا من التفكير إلى الشعور نحن نتقلنا من الأمور المطلقة للنسبية نحن نقلنا تركيزنا من التفرد للشمولية سمحوا لي أعطيكم مثل لما الولاد بيتباروا بالرياضة ماعد في فريق خسران وفريق ربحان كل الولاد بيحصلوا عميدالية لأنه ما بدون يجرحوا مشاعر الأطفال معظم الفلسفات التعليمية والتدرسية بالمدارس العامة عم بتحول تلغي علامة ممتاز وعلامة راسب لأنه بدون تعطي كل الولاد بدون استثناء علامات نجاح لا لأنه ما بدون يجرحوا مشاعر الأولاد وهالشي عم بيصير بالكنايس في كتير كنايس يوم قررت أنه ما تجرح مشاعر غير المؤمنين وبدل ما هي تدعيهم أنه يجوا للمسيح ويختبروه ويقامنوا بخلاصه وينالوا لحياة الأبدية هي ما بدأت تجرح مشاعرهم تتفادة تلكلم عن الجحيم أو الأبدية أو دم الرب يسوع المسيح أو الخلاص بتعبير آخر خب الحقيقة إذا هالحقيقة رح تجرح مشاعر الآخرين ولهذا السبب أنا كتبت هالكتيب لما بيولي عصر الصليب وإذا ما وقفنا هيدا القطار هو رح يوقعنا أكيد بالهاوية لأنه لما ما يعود الحق هو أولى الأولوية بمجتمع معين فهيدا المجتمع بيهلك رو التاريخ خلونا نفكر بالنحية المنطقية إذا انتقلنا من التفكير للمشاعر بمجال الأمور الطبية وبمجال الرعاية الصحية ممكن الطبيب وبيدافع الخوف أنه يأذي مشاعر ممكن ما يخبرناه أنه عند سرطان لأنه هو ما بده يجرح مشاعر فكروا معي بهذا الشي فكروا بالمنطق بهذا الإطار أنتوا بتدقتوا اليوم تلاحظوا الصورة لهيدا الحماءة لهيدا السبب مبدأ الشمول والشمولية صار سائد ومعيد مجرد كلمة طنانة بمجتمعنا اليوم الشمولية هلأ صارت فضيلة من الفضائل يلي لازم نوعز عنها الشمولية صارت مهمة كتير حتى نكون مقبولين من المجتمع في أعداد هيلة من الوعاث اليوم ابتعدت تماما عن حق الكتاب المعدس لصالح الشمولية وفي كتير بيناتهم بيعوا حق البكورية مقابل طبق حساء من الشمولية لكن الكتاب المعدس من بدايته لنهايته بيعلن أنه الله هو إله حصري اسمحوا لي فسركم شوية اللي بقصدوا بالشي الدعوة يلي الله بوجهها هي دعوة شاملة فعلا هي لكل شخص هي لجميع الناس لكل البشر لكل أمة ولكل قبيلة الكل لكل الناس هي دعوة عامة للكل هي دعوة بتشمل الكل للأسود والأبيض والأصفر والأخضر والغنى والفقير والطويل والأصير وما بتستسنى حدا هي دعوة مفتوحة والشاملة لجميع الناس آه لكن المكافأة يلي بيحصل عليها الناس يلي قبلوا هيدا الدعوة مكافأة السلوك بالطاعة لكلمة الله هي جدا حصرية أنا عم بنهيها السلسلة من الرسائل حول ملكوت السماء أنا وعم بختم هيدا المواعز رح تكتشفوا أنه بإنجيل متى 25 وأبتداءا من العدد 31 يسوع بقلنا بوضوح وبيعطينا الصورة شاملة عن الأمور اللي رح تصير بيوم الدينونة بيوم عودة يسوع هو بيرسم لنا صورة عن الوضع وبيقلنا كمان أنه رح يصير في كتير فراء بهيدا اليوم وبعيدا عن كون هيدا الدعوة شاملة وأنه بطال جميع الناس يسوع رح يفرق الناس عن بعض وبهيدا اليوم الرب يسوع المسيح مش رح حدا يقنعه بمشاعر مزيفة أو بمشاعر خاطئة لا هو رح يمارس العدالة يلي بإيسى عأساس بره صلاحه ومش المشاعر بالرسالة الأخيرة شفنا كيف العزارة العشرة يلي نحنا سمعنا عنهم وشفناهم بالمثل يلي عطاه يسوع كانوا متشابهين بطرق عديدة هني كانوا متشابهين كتير العزارة الحكيمات الخمسة والعزارة الجاهلات الخمسة كان عندهم أوجه التشابه كتير لكن أوجه التشابه هيدا كلها انتهت بهيدا اليوم العظيم يلي ظهر فيه يسوع ورجع على الأرض بصفة وعريس الكنيسة بالعزارة اليوم يسوع بيختم حرفيا هيدا الجزء من إنجيل متى وأنا رح اختم مطرح ما هو ختم وهو الفصل بين الخراف والجداء هون هو بيعطينا سورة عن يوم الدينوني بحد ذاته ما منحب نفكر بيوم الدينوني بمجتمعنا لكن هاليوم جاي جاي والتفرقة رح تكون بين الأشخاص يلي عبروا عن محبتهم للرب يسوع المسيح من خلال التعبير عن محبتهم للمؤمنين بيسوع والأشخاص يلي جاهلوا الرب يسوع وعبروا عن رفضهم إلو من خلال تجاهلهم لشعب يسوع الأمر المزهل هو أنه طوال ألفين سنة ناس آتوا تفسيرات عديدة لهيدا المقطع عن مين هنه اخوتي يلي تحدث عنهم يسوع مين هنه اخوتي الصغار فيه أشخاص قالوا وبشكل خاص كنيسة القرون الوسطى أنه إخوة الرب يسوع وخاصة الإخوة الأصاغر هنه كل شخص عنده احتياج هيدا أمر عظيم وهو ورد بمقاطع أخرى لكن هيدا المقاطع ما بيتضمن هالمعنى غير أشخاص قالوا أنه قصد بالإخوة الأصاغر أبناء الشعب اليهودي لكن مش هيدا المعنى المقصود بالنص أنا عبركز على النص اتفقنا؟ هل بعد كن مركزين معي؟ وكمان في مجموعة تالتة سبع وقالت أكيد هو كان عب يقصد التلميذ أو الخدام بالإرسليات المسيحية وهو كان سبق وذكر هالشي لأنه بإنجيل متع عشرة يسوع قال من يقبلكم يقبلوني لكن مش هيدا المعنى المقصود بالنص هيدا تفسير محدود فعلا يلي قصدوا يسوع بإخوتي الأصاغر هو كان عب يقصد جميع الناس المؤمنين بالرب يسوع المسيح يلي وضعوا كامل سئتهم فيه هو وقبلوه كمخلص ورب وحيد كنيسة الرب يسوع المسيح حول العالم عروس المسيح يلي رح يختطفها الرب على السماء مثل ما كنا عم نشوف بجميع هذه السلسلة من الرسايل البعض منكم عم بقولوا ومايكل عم بقول أنه نحن مش لازم نساعد أي شخص إلا الأشخاص المؤمنين اسمعوني رجائعا أنا مدد منكم تظهروا من هون وتبعتوا لرسايل الكتاب المقدس بيهتم كتير بموضوع الفقرة والمحتاجين والمظلومين بالتأكيد الكتاب المقدس بيهتم فعلا لأمرهم ونحن بنقرأ هالشي بنصص أخرى ومش بهذا النص الكتاب المقدس بيهتم كتير لأمرهم آه لكن مش بهذا المقطع بهذا المقطع هو عم بيتكلم بشكل محدد عن الأشخاص المؤمنين فيه عن ولاده عن أخوته وأخواته هون هو عم بخبرنا بشكل محدد عن الأشخاص يلي عبروا عن محبتهم للرب يسوع المسيح من خلال محبتهم للمؤمنين وخصوصا المحتاجين بيناتهم الأشخاص يلي ما بيحبوا الرب يسوع المسيح هن منهم أتباعه وبالتالي هن منهم مؤمنين حقيقيين هن جداء ما بيهمني أدايا بيكونوا متدينين بالواقع التدين بيقتل هل كنتوا تعرفوا أنه شاول الترصوصة كان عضو فاعل داخل السنهدرين وهو كان إنسان متدين جدا بالواقع بوقت لاحق هو بيخبرنا أدايا كان متدين والتدين عنده والعمى يلي سبب له يالتدين هن يلي جعله مش فقط يضطهد المؤمنين وإنما يقتلهم لكن لما هو آمن بالرب يسوع وصار الرسول بولس العظيم هو صار يتقلم لأجل كنيسة يسوع هو صار يتقلم لأجل المؤمنين بكل سرور بالواقع التدين بيقتل لكن يسوع بيعطي حياة عملية الفصل هيدا بين الجداء والخراف لازم تكون مبنية على أساس مين أحب إخوته المؤمنين خصوصا المحتاجين بيناتهم وهو عمل هيدا الشيء للدلالة عما حبته للرب يسوع المسيح بالواقع منشوف أن الرسول يوحنى بيعطينا اختبار رائع جدا هو بيعطينا مثل توضيح رائع عن كيفية الخضوع لهذا الاختبار وفيكن تكتشفوا هلأ إذا كنتوا خراف أو جداء ما في لزوم تنطروا وتطلقوا المفاجأة هو اختبار على ثلاث محاور أو ثلاث اختبارات مختلفة اتنين بيودوا لنفس النتيجة هي كلها موجودة بالإصحاح الثاني من رسالة يوحنى الأولى بالاختبار الأول بالإصحاح الثاني والأعداد عشرين للتة وعشرين هو قال أنه إذا قلتوا أنكم بتقامنوا أنه يسوع المسيح هو ابن الله ابن الله الأبدي ما في أي طريق آخر بيود للسماء إلا من خلاله ساعتها بتنجحوا بالاختبار الأول الاختبار رقم اثنين بالأعداد ثلاثة لستة من الإصحاح الثاني هل أنتوا بتسلكوا بالطاعة للمسيح هل أنتوا عم بتعيشوا حياة طاعة أنا ما عم بسأل إذا أنتوا بتزلوا وبتتعسروا من وقت ثلاثة تاني أنا عم بحكي عن حياة الطاعة والاختبار رقم ثلاثة بالأعداد تسعة حتى 11 من الإصحاح الثاني من يوحنى الأولى هل أنتوا بتحبوا المؤمنين؟ هل أنتوا بتحبوا الأشخاص يلي بينتموا ليسوع المسيح؟ مثل ما قلت بالعزة السابقة ممكن أي شخص يدعي أنه مؤمن بالواقع في كتير أشخاص بيدعوا أنه المؤمنين بهذه الأيام وهالشي محزن جدا لأنه هن متعامين ضد الإيمان المسيحي الحقيقي الاختبار واضح جدا إذا يسوع رب الجميع هو رب على حياتكم بكل أيام حياتكم فهل أنتوا عم تسعوا يوميا أنكم تطيعوا وصياه؟ بتحبوا الأشخاص يلي بيحبوا نيسوع؟ هل بتحبوا أخوتكم وأخواتكم بالمسيح؟ أو لا على مر السنين شفنا مسؤولين رسميين بيدعوا أنهم مؤمنين ومع ذلك حياتهم كلها وكل الأشياء يلي بيعملوها بتدل على تمييز ضد المؤمنين يلي بيقولوه بناحية واحدة من أفواهن بيدمروه كليا بالناحية الأخرى مننا إذن الاختبار بيبين لكم مين هو الخروف ومين هو الجدي مش أنا حطيت لقوانين هي موجودة بالكتاب الخراف والجدي تشبه بعضا كتير وخصوصا من مسافة بعيدة إذا كنتوا عم بتسوقوا سيارتكم بالريف وشفتوا وصدفتوا مخلوقات بتبين نطل بعضا من مسافات بعيدة لكن بالحقيقة هي مختلفة جدا جدا عن بعضا الأمر الوحيد المشترك بيناتهم هو أنه عندهم أربع أقدام بمعظم الأحيان بيجي الراعي وبيفصل بين الخراف والجدي لكن الرعاة يلي مش بمقدورون يشغلوا اتنين رعاة رعي للجدي وراعي للخراف بتركون يرعوا مع بعض ولكن فيه أمر ما بيعملوا أبدا وهو أن يسمحوا لهم أن يستريحوا بمكان واحد هن ما بيرتاحوا تحت سقف واحد هن ما بيناموا تحت سقف واحد وفي سبب لهالإجراءات وهو أن الخراف هي مخلوقات مطيعة ونعمة بينما الجداء من ناحية أخرى هي فعلا مخلوقات عنيدة هي صعبة المراس وهي بتحب أن تغيز الخراف هي بتستمتع بإزعاج الخراف تستمتع كتير إذن تعرفوا وين هي الجداء بالواع هن مش من المفروض حتى يأكلوا سوا لكن على الأكيد هن ما بيرتاحوا سوا وبما أن السماء هي مكان للراحة للخراف للمؤمنين بالرب يسوع المسيح مش مسموح للجداء أن تروح السماء نشكر الله على الشي هن يمكن يزعجونا هون لكن مرح يزعجونا بالسماء هلأ يسوع عم بيقول أنه باليوم الأخير هو رح يجي ويفصل الخراف يعني المؤمنين فيه عن الجداء يعني يلي بيدعوا الإيمان أو يبينوا أنه المؤمنين المؤمنين المتدينين لكن مش المؤمنين فعلا بالرب يسوع المسيح هلأ الخراف رح يروح على الجهة اليمين متما مكتوب والجداء رح يروح على الجهة الشمال بالواعي الكتاب المعدة سيحكي عن الجهة الشمال لأنه منشوف أنه بلغة العهد القديم الجهة الشمال كانت مكان المحتقرين كانت مكان المرفوضين كان مكان الخزي والعار وبعيدا عن مبدأ الشمولية والاعتبار أنه الكل رح يدخله رح يصير فيه فصل بالواعي بتتذكروا كيف الكتاب المعدة سيحكي عن يد الله اليمنى لأنه هيدا هو مكان القوة لأنه يسوع جالس عن يمين الله الآب عن يمين العرش هيدا هو مكان السلطان هيدا هو مكان النعمة الجهة اليمين والجهة الشمال من ناحية أخرى هي رح تكون مكان الخزي والعار ومثل ما بحالة جميع الأحكام حكم الرب يسوع بهيدا اليوم الأخير رح يكون مبني على أساس أدلة إثبتية وواضحة للحقائق والمحامين أنتوا بتعرفوا هيدا الشي لأنه هيدا اليوم ما رح يكون فيه مراجعة وما رح يكون فيه مخارج وما رح يكون فيه أي أدلة ظرفية يسوع رح يحكم ويدين بناءا على الأدلة هيدا مهم كتير الأعمال الصالحة يلي بيعملوها المؤمنين المسيحيين هن بيعملوها مش تحتى ينالوا الخلاص بفضل أعمالهم الصالحة لا هن بيعملوا هالأعمال كدليل وبرهان أخلاصهم هيدا عربون شكر على خلاصهم لكن فيه فكرة تانية هون وهي فكرة مهمة كتير أنا باعتقد أنه إذا أريدوا هذا المقطع بسرعة ممكن تفوتكم الفكرة بسهول لكن هي مهمة فعلا هي مهمة كتير حصولي على البركة من الله بهيدا اليوم الأخير وأنه انحسب من بين خرافه بهيدا اليوم الأخير وأنه الله الآب يرحب فيه ويقبلني بهيدا اليوم الأخير هالشي مش رح يكون مبنى على أساس عظمة الأمور الصالحة يلي عملتها لأله ومدى عظمة الأمور يلي أنجزتها لاجل الله لا 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 بتشوفوا هالشي هون بهيدا المقطع وأنا رح فسر لكم وبالنسبة للوعاظ مثلي بحالتنا نحنا ما بهم عدد الوعاظات يلي وعزناها أو عدد الكتب يلي كتبناها أو حجم ميزانيتنا أو كم مبنى بنينا أو كم من الملايين من الناس عم بيستمعوا قلنا لا 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 هيدا كله عمل الله نحنا فقط نضمينا لهيدا العمل بالواقع نحنا منحكم عن الناس عساس كل هيدا الإنجازات الكبيرة هيك نحنا منحكم عن الناس لكن الله مش رح يحكم علينا بهذه الطريقة منشوف أنه الناس بدون يحكموا علينا عساس سيرتنا عساس حجمة وعساس عظمتها عساس ضخمتها عساس كل هيدا النوع من الأمور لكن مش هيك باليوم الأخير مش هيك باليوم الدينونة البرهان على محبتكن ليسوا ما بيتعلق بالأمور الكبيرة أو الأمور العظيمة يلي أنتو أنجستوها بل هو بيتعلق بمدى إخلاصكن وأمنتكن على الأمور يلي وضعها بين إيديكن هيده خلاصة الأمر وبيت الأصيد الأشياء البسيطة يلي أنتو عملتوها كطبيعة تانية لكم هيده الأشياء البسيطة هي مسكورة هون مشاركة الطعام إعطاء كوب من الماء لشخص عطشان استضافة الغريب واعطاء الملابس لشخص بحاجة لملابس والاهتمام بالمرضى وزيارة الأشخاص المسجونين لأجل يسوع المسيح قدي أنتو كنتو أمنا بإخبار شخص آخر عن خلاص الرب يسوع يلي حصلتوا عليه مجينا من إيده أحيانا في أشخاص بتمر سنين بحياتهم بيكونوا قاعدين في أحد شخص تاني ما بيعرف الرب يسوع وما بيخبروا عنه أبدا أنا مش عم بتكلم عن الكيرازة وما عم بيحكي عن مؤتمرات تبشرية كبيرة عم بيحكي عن الإخبار عن المسيح بكل بساطة بالواقع هيدا أمر بسيط كتير ومش ضروري أن أعمل عصعي ضخم مجرد مشاركة عن يسوع اسمحوا لي خبركم عن شو عمل يسوع لأجلي ليه؟ لأنه هالشي نابع من قلب بفيد بالمحبة للرب يسوع المسيح محبة كبيرة لدرجة إنه المؤمنين باليوم الأخير ما بيقدروا حتى يتذكروا شو يلي عملوه تعرفوا شو مكتوب بالنص هون بدي ألفت انتباهكم للنص للأعداد 37 للتسعة وثلاثين متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك كوب وماء ومتى رأيناك غريبا فأويناك واستضفناك يا رب متى رأيناك عريانا فكسوناك بملابس ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك وزرناك بهالحالة المؤمن المسيحي فعليا بيحك راسه وبيطرح هيد الأسئلة ما بيقدر يحط أصبعه على الأمور ما بيقدر يتذكر ليه لأنه هيدا صارت طبيعة تانية عنده بيشوف الاحتياج وبيسدد الاحتياج مش ضروري إنه يشكل لجنة ويحاول إنه يحلل ويدرس الموضوع بيعمله تلقائيا هيدا صار جزء من طبيعته ومش ضروري حدا يعرف بالموضوع هالشي بينكم وبين يسوع لكن هو بيشوف انتوا ما بتتذكروا لكن هو بيتذكر بتعرفوا حفلات المشاهير وحفلات جمع التبرعات يلي بيعملوها لجمع الأموال للأعمال الخيرية هن بيعملوا طنة ورنة للأمور الصغيرة البسيطة يلي عملوها وهالشي المؤمن ما بيعملوا أبدا باليوم الأخير لما بيقولوا للجداء أنه هن ما عملوا أي شيء أبدا لأجل يسوع ولأجل المؤمنين فيه بيقولوا أي متى نحنا شفناك جوعان أي متى نحنا شفناك محتاج لما كانت تسكن فيه أي متى شفنا هالإشياء أكيد هن ما شافوا أكيد ما شافوا لأنه نعملوا الأمور يلي بيعملوها للمشاهير حتى هن يحصلوا على المديح من الناس وحتى يحصلوا على القبول من مجتمعهم ومحيطهم حتى يقدروا يحسنوا صورتهم فيه كمان فكرة تانية هون أنا ما بدي أنه تغفلوا عنها هي كتير مهمة بعملية الفصل هيدا بين الخراف والجداء وسبقوا قالتلكم أنه فيه كتير ناس اليوم حتى بالحياة العامة بيدعوا أنه المؤمنين باللحظة معينة وباللحظة التالية بيقولوا صحيح لكن فيه حق بالإسلام وفيه حق بالبودية وكل الدينات عند الحق نفسه شو؟ بوسط أنه هن حرفياً أضيوا على يلي إلو إذا بيدعوا أنه المؤمنين لأن الإيمان بيعني أنه يصدقوا أنه يسوع هو الطريق الوحيد للسماء نقطة هيدا معنى الإيمان بإمكاني إقرالكم العدد يلي بيعلم فيه سواء أنا هو الطريق والحق والحياة والعدد يلي بقول أنه ليس هناك اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص وغيره وغيره لكن مش بالضروري عمل كل هذه الأشياء خذوا ببساطة العدد 31 هيدا أوضح إشارة على أنه يسوع ويسوع وحده رح يخلص العالم من الجحيم الأبدي تينيله خلاص أبدي هالحق موجود هون يسوع جالس على العرش وما رح يكون قاعد معه أي واحد من مؤسسي دينة الأخرى هو وحده جالس على العرش هو وحده الملك والإله هو وحده القاد الأسمى هو وحده يلي بحدد بشكل نهائي مصير ناس يسوع هو الحاكم الأعلى يسوع هو الوحيد يلي رح يملي جميع الأوانين إذن إذا كانوا بيقامنوا باليسوع الغلط مثل ما بيقولوا بأستراليا فهن واقعين بورطة وبمأزق كبير تعرفوا أنا سمعت ناس على مرة السنين ناس من الكنيسة عم بيقولوا أنا ما بآمن بيسوع هيدا يلي بالعهد القديم ما بآمن بإله العهد القديم إله الغضب وإله الدينونة ما بآمن بإله السخت والانتقام ما بآمن فيه أنا بحب الإله يلي بالعهد الجديد يسوع الوديع واللطيف والعاجز والضعيف هيدا يلي بحبه رح قلكن الحقيقة يا حبي اسمعوني منيح أو أنه هن بينسوا هالشي عن قصد أو أنه ما بدون يعرفوا أنه يسوع وأكتر من أي شخص آخر بالكتاب المعدس بيتحدث بوضوح تام عن الجحيم كنتوا تعرفوا هالشي؟ بكل مثل من هذه الأمتالية اللي نحن شفناها بهذه السلسلة من العيزات متعلقة بالسماء نحن سمعنا يسوع مرارا وتكرارا عم بدين الأشخاص يلي بيدعوا أنهم مؤمنين هو قال أنهم رح ينطرحوا بالظلم الخارجية وهونيك رح يكون البكاء وصرير الأسنان سمعوا في موضوع كتير مهم أنتوا لازم تفهمون إذا بدكم تخطو تجاه الله وإذا بدكم تخطو تجاه شخص معين قولوا له أنه باليوم الأخير يسوع رح يتحنن على جميع الناس ورح يسمح لهم كلهم بالدخول أول شيء أنتوا عم تناقضوا كل ياللي قالوا يسوع بعملية الفصل بين الخراف والجداء الملك رح يقول للجداء ولما بقولها شيء ما بشعر بالسرور بقلبي وعقلي العدد 41 ذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته يا أصدقائي لا حب أسمعوني منيح الجحيم هو مكان الانفصال التام عن الله الجحيم هو مكان ملعون الجحيم هو المكان يلي إبليس وأعوانه بيجاهدوا فيه الجحيم هو للأشخاص يلي رفضوا أنه يقامنوا أنه يسوع ويسوع وحده قادر يخدهم على السماء الجحيم هو مكان المعاناة الأبدية الجحيم هو مكان الظلمي الأبدية وأنا بعرف وأنتو بتعرفوا وأسمعتوا هالشي وأنا سمعتوا بوسائل الإعلام كيف بنكتوا على حرارة النار بالجحيم بالحقيقة الجحيم ما في نار بالمعنى الحرفة وقبل ما تعتقدوا أنه مهرتق أنا رح أسبت لكم هالشي من الكتاب المعدة قال يسوع أنه الجحيم معدل الشيطان وأعوانه والشيطان وملائكته هن كائنات روحية هن منهم كائنات مادية هن كائنات روحية إذن النار ما بيتأثر فيهم أبدا فمصطلح نار مثل مصطلح خراف وجداء هي كلها تعبير مجزية حتى توصف لنا المعاناة يلي ما قلها حدود وما بتنتهي وهي بتدل على عذاب نفسي بدون انقطاع وبتدل على صراع نفسي بدون راحة وبتدل كمان على بكاء متواصل وصرير أسنان انطلاعا من سياء مجتمعنا اليوم ممكن شخص يقرأ هالشي بالكتاب المقدس ويستنتج آه أكيد الله ما رح يسمح بهالشي أكيد الله ما رح يعمل هاده الشي عنجد؟ يسوع اختبر الجحيم على صليب جلجوثة حتى كل شخص بيقبل الصليب كفار عن خطايا بيقدر ينجو من الجحيم نحن اخترعنا إله ويسوع عزقنا على صورة إنسان الأرض الواحدة والعشرين هيدا يلي عملناه صار يسوع كله مشاعر صار شامل للشميع ومتسامح مع الكل ومتساهل مع الكل لكن هيدا هو باية القصيد أنا دايما بوصل لع باية القصيد هيدا هي خلاصة الأمر كل إنسان كل واحد بيناتنا كل إنسان على وجه الأرض ولد من بطن إمرأة هو ولد بالخطيئة وارتكى بالخطيئة والكتاب المعدس بقول أنه إجرة الخطيئة هي الموت آه والمؤمنين يلي بينجوا من الجحيم بينجوا لأنهم قبلوا التمن يلي دفعوا يسوع عنهم على الصليب والجداء بيمنعك برياء تقبل أنه التمن المدفوع هو الطريق الوحيد بتقول أنه أكيد في طريق تاني لا ما في تاني لا ما في تاني إذا في شخص واحد هون أو عم يشهدنا هلق وهو مش متأكد إذا هو أو هي قبلوا التمن المدفوع فهيدي الرسالة إلهم